طيب نروح لخبر عن مون صلاح وتحديدا على لسان يورجين كلوب الحقيقة المدرب الألماني اللي بيتولى مسؤولية تدريب ليفر بول الحقيقة يمكن في واحد من حواراته كان بيتكلم على فكرة تجديد عقد محمد صلاح طبعا اللعب المصري الشهير وهدف الردز حتى اللحظة والمفترض انه عقد صلاح هنقول حضراتكم انه بينتهي في صيف عشرين تلاتة وعشرين ليفر بول عنده ماتش مهم جدا بالمناسبة النهاردة مع مانشستان يونيتد الماتش هيكون الساعة سبعة للأسف هيكون في نفس توقيت منتخب ماتش منتخب مصر مع سلوفينيا وده ماتش في الدور الرابع لبطولة كاسل الاتحاد الانجليزي ويورجين كلوب يمكن خلال المؤتمر الصحفي قال انه انا ما اعتقدش انه وضع محمد صلاح ممكن انه يأثر على الفريق في الوضع الطبيعي يعني لي وانه الامر ان احنا بنتكلم على اشياء بيعتقد انها مهمة لكنه في النهاية هي مجرد اسئلة بيتلقاها ومفترض انه هو يجاوب عليها يورجين كلوب قال انه صلاح هيلعب ماتش النهاردة ان شاء الله اساسي وده مش سر زي ما على حد تعبيره يعني بالنسبة للجميع وان شاء الله صلاح يكون موفق ويقدم كل ما لديه مع فرقته النهاردة خلينا افكر حضرتكم انه صلاح الشهر ده فاز بجائزة افضل لاعب في ليفر بول في الشهر الحالي وهداف الفريق برضو بنسبة او بعدد ست اهداف سجلها محمد صلاح خلال 8 ماتشاط شارك فيها عشان يواصل صدرته لقائمة هدافي ليفر بول في المسم الحالي ونتمنى ان شاء الله يكمل السيزن ويكون هداف للبريمير ليج